تقول خلود في وصف ليل الشوق والجوى يا سائلي عن نار الجوى وما طال الكراجفوني هو ضياء مهما سترته ما طوى وأحرق ما تبقى من مكنوني يا سائلي عما جرى وما بلغته ظنوني انظر إلى العيون فما كذبت أبدا لغة العيوني صرت أنا الحزين إذا ما مالت ريح يوسف ولم تعود البشرى لقلبي المجنوني إذا جاد إلي بنظرة ملك مني الهوى وإن أعرض فكأن الخناجر تطفو وتهجوني فأشعل في القلب النيران وأشعل في العقل العتب جعل ليلي لحيرة قلبي وجعل نهاري عقلي فما بلغت السبب فما استقام لي سجا ليل ولا ضحى العجب فها أنا أرى العدل ولست أبلغه وما يئست يوما الطلب فيا ليت الحديث يطول يوما فأخبره فيا ليت الحديث يطول يوما فأخبره من باب النجوى بما في القلب انسكت أني تناسيت الودة فلما بلغ الشوق وادي أغرقه فكأنني لم أدفع بالأمس دعى الساقين إن كنت تسأل عن وجداني فقد ملكته وأسأل عن وجدانك فأرى أن لا حياة به ولا راوينة أهان عليك ودا كنا بالأمس نكتمه وصاح غراب البين بالخلق يعزينا قدا تبلغ الطير ما أودعته فهجره للطير ولم أكن يوما من الهاجرين فأخبرني بربك يا طير الظن فأخبرني بربك يا طير الظن أما رأيت الإجابة في عيناي حين بحت بها أم تناسيت تناهيد صوتي حينها أجيبك وألتمس منك إجابة تشفيني فلما أراك تدنيني ثم تقصيني أما تعاهدنا أن قلوبنا وإن كانت أسرة فإن عطقها أن تجتمع كاجتماع المحبين وأدعو دعاء المضطر وقد بلغت حاجتي عنان السماء ورضيت ربي جابر الظن بيقيني